السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو سأقوم بشرح في خدمة DDNS Dynamic Domain Name System هذه الخدمة هي رائعة جدا وستحتاجونها كثيرا خصوصا الناس أو الأشخاص التي لديها رواتر كهذه في منزلها فأغلبيتكم لديها رواتر كهذه في منزله وأغلبية هذا الرواتر فهي تستقبل الأنترنت عبر IP Address Public لكن مشكلة هذه الـ IP Address التي تمتلكها أغلب هذا الرواتر كلكم جميع الناس التي لديها هذا الرواتر فهي أدرس IP متغير بمجرد أن تقوم بإعادة شغيل الرواتر يتغير الأدرس IP فماذا أقصد بالأدرس IP لمن لا يعرف فإذا أتيت إلى هذا الموقع IP 8.com وقمت بتحديد الصفحة فسيعطيني يعني الـ IP الذي أنا متصل به يعني بشبكة الأنترنت حاليا ليس الـ IP الخاص بالحاسوب لا فهو الـ IP الخاص يعني IP Public الخاص بالروتر يعني الروتر لكي يتصل لأنترنت يلزمه يعني أدرس IP وهذا الأدرس IP المشكل أنه متغير لماذا يعني هذا نسميه مشكل فربما أنت لديك يعني مشاريع ويب أو مشاريع أو تطبيقات أو قواعد بيانات أو ربما يعني سيرفر خاص بالألعاب وتريد الدخول إليه من خارج المنزل إلى حاسوبك في المنزل فلن يمكنك ذلك لماذا؟ لأن هذا الأدرس IP سيتغير بمجرد أن يتغير سيتفقد الاتصال لهذا يعني أتت خدمة DDNS يعني Dynamic Domain Name System نقوم بإنشاء يعني هوست هذا الهوست هذا قد نسميه مثلا قد نسميه عفوا قد نسميه مثلا المصاري ثم نقطة مثلا DDNS.AS.MA مثلا إذن ستقوم بإنشاء واحد الهوست عبر خدمة من الخدمات DDNS طبعا سأشرح لكم يعني خدمة مجانية في آخر الفيديو سنقوم بإنشاء هذا الهوست هذا هذا الهوست هذا سنقوم بتتبيته سواء في الروتر وهي الطريقة التي أحبها أنا يعني نقوم بتتبيته في الروتر وعندما نقوم بتتبيته في الروتر فبمجرد أن تعيد أن تقوم بإعادة شغيل الروتر فستتغير الأدرس IP وماذا سيقوم دانس سيقوم دانس بمعرفة الأدرس الـ IP الجديدة ويعطيها لك لماذا؟ لأنك أنت دائما ستتعامل بهذا الهوست هذا الهوست هذا لن يتغير وهو يعني هذه الخدمة هي التي ستقوم بربط دائما الـ IP رغم أنه تغير مع نفس الهوست بهذا لن تفقد الاتصال دائما إذن يعني غالبا أغلبيتكم لن يفهم الشرح هكذا نظريا لكن في الفيديو المقبل إن شاء الله سأريكم كيف سأقوم بالدخول على على الروتر مثلا من خارج المنزل عبر دانس دانس أو كيف سأقوم بالدخول على مشاريع الـ PHP الخاصة في حسوبي مثلا انطلاقا من هذا دانس إذن فلكي لا أوطيل عليكم الفيديو فمن بين المواقع التي توفر خدمة دانس مجانية فتوجد يعني داك دانس فهو يعطيك فري دايناميك دانس هوستيد يعني جيد وخدمة رائعة لكن هناك بعض يعني سنواجه فقط مشكلة واحد وأنه أغلبية الروترات التي توجد في منازلكم لا تدعم يعني السيرفرات الخاصة بهذا الموقع لهذا في هذا الفيديو سأشرح يعني نو آي بي هذا نو آي بي هذا فجميع الروترات التي أعرفها لحد الآن لديها يعني خدمة نو آي بي إذن سأوريكم يعني طريقة إنشاء حساب وطريقة إنشاء هوست وفي الفيوات المقبلة إن شاء الله سنبدأ التطبيق ويعني سأحيلكم دائما على هذا الفيديو حتى لا تسألونني كيف سنأتي بهذا الهوست هذا إذن الهوست هو من موقع نو آي بي طبيعة الحال فسنحتاج الإيميل الخاص بك ثم ضع باسورد خاص بك ثم بعد ذلك يعني سيطلب منك إنشاء هوست نايم بالنسبة لي سأقول له سأنشئه فيما بعد وطبيعة الحال فهذا الموقع ليس مجاني هناك يعني خطة يعني بالمال يعني ستقوم بالدفع تقريبا جوش دولار للشهر وهناك يعني خطة أو يعني برنامج مجاني يعني بصفر دولار سأقوم أنا الآن يعني بإنشاء سأقوم بنزع هذه الخاصية لا أريد الإشارات وسأوافق يعني أيوكري ثم free سأختار الخطة free هنا سيقول لك أنه أرسل لك إيميل يعني يجب علينا الضغط عليه سنأتي إلى الجيميل ثم كليك هنا ثم confirm سنقوم بال confirm جيد your account is now activate ثم سأدخل على يعني سنين my account إذن هنا دخلت على الداشبورد هنا يطلب مني يعني إضافة question security ليس الآن يعني سأضيفها فيما بعد وهذا هو يعني الداشبورد الخاص بهذا الموقع فلدي الآن يعني الhost name الذي كنت أشرحه الذي سننشئه فالآن لدي يعني صفر ليس لدي يعني host name حاليا ثم سأقوم بالضغط على host name ثم سأقوم بالضغط على create ثم هنا يعني سأختار مثلا اسم أريد مثلا المصاري حكيم هكذا مثلا ثم هنا سأترك ddns.net يمكنك التغيير توجد يعني العديد من الاختيارات لكن بالنسبة لي أنا سأترك ddns.net ثم بعد ذلك سأترك الخيار dns host ثم أضغط على create host name جيد إذن كما تلاحظون لقد قمنا يعني بإنشاء الhost وكاملاحظة فهذا الhost هذا يجب يعني تقريبا كل 28 يوم أن تأتي وتضغط على activate لماذا؟ لأنه إن لم تقم بالضغط على activate خلال يعني 28 يوم فخلال 30 يوم سيقوم يعني الموقع بإزالته سيعتقد أنك لم تعد تريده وسيحدفه لماذا؟ لأنه قد يكون أحد آخر يريد أن يحجز نفس يعني نفس الhost إذن فالفيديوهات المقبلة إن شاء الله فبنسبة للروتر أو الحاسوب أو بنسبة للروتر فسأستعمل هذا الhost هذا وبطبيعة الحال الuser name سنستعمل يعني الإيميل الخاص بنا والباسورد والباسورد الذي أدخل به على الموقع لكي نقوم بتتبيت أو يعني بما يعرف تتبيت الادرس IP إذن هذا فيما يخص بالروتر أما بالنسبة للأشخاص التي تريد أن تتبيت الادرس IP الخاص بحاسوبها في الويندوز فستأتي إلى الموقع يعني noip.call ثم ستأتي إلى download وتقوم بتحميل يعني نسخة الويندوز تقوم بتحميلها وتتبيتها على الحاسوب وبهذا تكون قد تبت يعني الادرس IP الخاص بحاسوبك إذن قبل أن أقوم بختم الفيديو سأريكم طريقة تتبيت الوزر name ثم سأقوم بإضافة username سأسمي أي شيء كفما كان المهم يجب أن تتذكره لأننا من الأفضل أن نستعمل الوزر على أن نستعمل الإيميل الخاص بنا في الفيديوهات المقبلة إذن سأقوم بإضافة هذا الوزر نعم أتمنى أن يكون جيد لقد تم أخذه بعين الاعتبار إذن كان هذا هو فيديو اليوم نلتقي في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله وسأريكم طريقة العمل بهذا الوزر والأمور التي يمكننا القيام بها السلام عليكم